رغم اعلانها العفو العامة بعد سيطرتها الشبه الكاملة على افغانستان كشفت وثيقة سرية للامم المتحدة ان عناصر حركة طالبان كثفوا من عمليات البحث عن الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكية والبريطانية وحلف شمال الاطلسي الناتو للانتقام منهم الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز اوضحت ان المطاردة شملت عمليات تفتيش للحشود في مطار كابل الدولي حيث لا يزال الالاف يحاولون الفرار من البلاد في رحلات الاجلاء التقرير الذي اعده مستشار الامم المتحدة لتقييم التهديدات يقول ان الحركة لديها قوائم اولويات بالافراد الذين تريد استجوابهم ومعاقبتهم واسندت نيويورك تايمز الى الوثيقة الاممية بان عناصر طالبان يفتشون منزلا تلو الآخر ويهددون باخذ اسرهم كرهاء ما لم يسلم الاشخاص المطلوبون انفسهم للحركة المدير التنفيذي للمركز النرويجي للتحليلات العالمية كريستيان ليمان قال لوكالة فرانس بريس ان عناصر طالبان يستهدفون عائلات من يرفضون تسليم انفسهم ويعاقبونها وفقا لاحكام الشريعة واضافا ليمان ان هذا سيعرض اجهزة المخابرات الغربية وشبكاتها وقدرتها على مواجهة طالبان وداعش والتهديدات الارهابية المقبلة للخطر وطوق مقاتل طالبان مطار كابل يوم الخميس وعملوا على استجواب الافراد في طريقهم الى المطار واقاموا نقاط تفتيش في المدن الرئيسية مما زاد من مخاوف المواطنين الافغان الذين عملوا سابقا مع الغرب وبحسب التقرير فان حركة طالبان تجند بسرعة مخبرين محليين لتعاون مع الحركة وتوسيع قوائم اهدافهم من خلال الاتصال بالمساجد وتبادل العمولات اشتركوا في القناة